موسيقى ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدين على الهواء مباشرة مكملين معاكم نتكلم عن ملف هام جدا وهو ملف السياحة كانت السياحة ستظل من أضلاع الاقتصاد المصري الهام ومورد هام من موارد الاقتصاد المصري كلين لاحظنا في السنين السلاسة الماضية تراجع شديد في قطاع السياحة مما أثر على قطاعات عديدة من العملين في هذا القطاع الهام الهام لاحظنا أن الحكومة المصرية لها جهود حفيفة لدعم هذا الاقتصاد وهذا المجال الهام وهو مجال السياحة وبالتحديد كمان دلوقتي في اهتمام بالسياحة الداخلية حول هذا الموضوع وملف هام وهو ملف السياحة لإلقاء الضوء عليها يكون ضيفي وضيفكم النهاردة الأستاذ أحمد صفي مستشار لجنة السياحة في مجل الشعب سابقا مرحب بيك ونهارك دايما سعيد الزحب أهلا بيك خلينا نخش على طول في الموضوع ونتكلم مع حضرتك عن الوضع الحالي للسياحة في مصر أخبار السياحة في مصر لابد من هيكلة هذا القطاع من جديد بعد ثورة 25 يناير و30 وتصحيح مصرها في 30 يونيو لابد من هيكلة هذا القطاع من جديد حتى نبيع مصر بقيمتها الفعلية ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن ننافس على السياحة الخارجية بأقل الأسعار بعد دعم الدولة لمستثمرين السياحة يعني أنا شايف أن الأراضي اللي اديناها لمستثمرين السياحة تصل لتريليون ومتين مليون عشان نبيعها بالطريقة دي فلابد نأيدها هيكلتها ونستغل للوقت ده مصر عمرها قطاع السياحة ما يموت فيها بأي حال من الأحوال الأمن يرجع تاني هترجع السياحة أكثر من الأول هل ترى أن السياحة تتعافى الآن أستاذ أحمد أو في محاولة للتعافي هذه الفترة والله محاولة الخروج من الموضوع ده للذهاب إلى الدول حتى تعي أن احنا في تغير سياسي فيه بؤر إرهابية مدعومة من خارج المعنى بحمل السلاح سوف يقضي عليها وينتهي هذا الموضوع خلال شهور وسوف تقوم السياحة مرة أخر نهتم بقى بأشياء كثيرة علينا وعلى صناع السياحة الحقيقيين أن تنمية الوطن في مجال السياحة لن يأتي إلا بتوافر إرادة التغيير عاوزين نغير من الكطاع وهيكلته من جديد نرجع لفكر معالي الوزير فؤاد سلطان لفكر معالي الوزير البلتاجي أهضرنا كثيرا في القطاع في حقائب وزرية زي أحمد المغربي زي زهير جرانا أدخل الناس دخلاء على القطاع أفسده هذا القطاع ولكن الراجل الموجود هشام زعزوع وزير السياحة هو صانع من صناع السياحة ومتخصص في السياحة الخارجية ويعي جيدا فتح أسوأ جديد خلينا نتكلم على حملات الاهتمام بالسائح الأجنبي يعني لاحظنا أن هناك حملات للاهتمام وجاذب السائح الأجنبي في الفترة الأخيرة ولكن لا توجد حملات السحمن للاهتمام بالسائح المصري خاصة أننا نلاحظ أن السائح المصري ليس مهتمين به أو بيعامل معاملة مختلفة عن السائح الأجنبي علينا أننا في إطار بيعنا لمصر خارجيا نرى أن مصر في منافسة غير شريفة السائح الأجنبي اللي بيجي بيجي ببلاش كذلك لابد أن يصل مصر تران دعم كامل متكامل لأهلها في مصر نصل بمرحلة التعاون ما بين الكرة السياحية في الأماكن المختلفة ما بين الغرداء وشرم الشيخ ومرسعالم والعين السخنة نمهد الطريق بتسقيف وتأهيل المصريين على كيفية النهاردة دخولهم الكرة السياحية وعدم إهضار الأماكن ذات نفسيها تغيير الثقافة السلامة تغيير ثقافة التعامل مع الساحل المصري يعني احنا بروح في كل حتة بنلاقي وبتبقى واضحة قدام عينين بنلاقي أن العاملين في قطاع السياحة بيتعاملوا مع الساحل الأجنابي بشكل والساحل المصري بمنتال أمانة بشكل تاني خالص ليه؟ يعني غير الثقافة دي حتى زي عند الصانع صانع السياحة خاد أنه هو بيشتغل على الدول الأوروبية وماشتغلش على السياحة الداخلية وأهل نفسه أنه هو ممكن يبقى فيه منتج ويجي عائد مالي قوي بالضبط من خلال السياحة الداخلية السياحة المصرية بالضبط كذلك بالضبط وخاصة أننا نلاحظنا الفترة اللي فاتت لما تراجد السياحة الأجنبية شوية قدر المصريين أنه هم يسدوا جزء من العاد الاقتصادي أعتقد وظهروا فيه الأماكن السياحية وبكسافة خليني نتكلم على السياحة العلاجية السياحة العلاجية الحقيقة مهمة جدا وفي العالم كله بيهتموا بيها ولكن في مصر برغم نوجود مقومات للسياحة العلاجية إلا أن احنا أهملناها تماما ومازال السياحة العلاجية نبقي ينظر إلى مصر على أنها هناك سياحة علاجية مهمة جدا وإحنا مش مهتمين دي تقدمنا بعدة مشاريع لحكومة الحكومة السابقة وحكومة بمشروع السياحة العلاجية وعدة مشاريع منها الاهتمام بحمامات فرعون بسفاجة وسفاجة فيها أماكن دفن بالراملة كثيرة الميهة الكبرتية في العين السخنة المشروع ده وتقدم به المستشار نصيف وكان مشروع جايد جدا ولن ينظروا إليه الحكومة لن تنظر إليه وعندنا أماكن دفن في سينة عندنا ثيحة علاجية في أسوان لابد الاهتمام بهذا الملف كيفية الاهتمام يعني حرجة تقول كان كان مشروع هام ولكن إزا نهتم لن تنظر إليه الحكومة نهائيا بأي حال من الأحوال ولن تطرحوا لوزير السياحة ولن تقدموا على فعاليات هذا الموضوع أنه يتم خلال الفترة طيب ده بالنسبة للسياحة العلاجية خليني نتكلم على السياحة بقى البيئية هناك محميات كثيرة في مصر تتميز بالجمال ولكن بعض المحميات أغلقت وما زالت مغلقة حتى هذه اللحظة على وزارة البيئة وبناشد الدكتورة ليلا اسكندر أن هي تفتح الأماكن أو تفعيل فتح المحميات بضوابط لأنها خايفة على هذه المحميات وتستقطب بها أسواق كثيرة في اشتياء لرؤية هذه المحميات ويتصل بمرحلة أمنة على هذه المحمية عشان ما تنهارش أو يحصل ضرر لهذه المحمية ولكن في أسواق كثيرة جدا بتشتاء لرؤية هذه المحمية فوزارة البيئة عليها أن هي النهاردة تفتح المحميات دي بدوابط معين من وجهة نظرك بمعنى إيه كلمة ضوابط لفتح المحميات؟ ما هو أصل المحمية النهاردة أنا خايف أنها تستهلك في حاجة يعني يصل بها ضرر معين فهي النهاردة منع وصول السائح إليها فأنا النهاردة بأطلب من الوزارة البيئة أنها تفتح ملف المحميات وتقيلوا لوزارة السياحة بالتعاون مع وزارة السياحة ويصل بها المرحلة أن أنا النهاردة أستقطب أسواق جديدة للوصول إلى رؤية هذه المحمية سيد أحمد كيف يكون لمصر موارد سياحية واضحة وضوح الشمس زي السياحة العلاجية بنكلم عليها زي السياحة البيئية اللي نقول أنها محمياتها مقفولة ولا آخره ونقول أصلا كان مشروع متقدم ومحدش نظر إليه نحن نتكلم على حاجة واضحة وضوح الشمس ولم يتم الاهتمام بها حتى هذه اللحظة يعني إيه ما بيتمش الاهتمام بشيء من نظرة مستقبلية لسياحة العلاجية للسياحة البيئية يعني محدش آخر أنا شايف أن الحكومة هذه مغلولة مش قدرين ياخدوا قرار وقدمنا هذه المشاريع لأعصام شرف قدمنا المشاريع دي وشرقاء في المسئولية وإتلاف شوي 25 يناير الثور يقدم هذه المشاريع وقدمنا المشاريع حتى التكسي النهري حتى يخف من أزمة المرور وقلنا يا جماعة لابد من أطويس النهري موجود أنا مخرج من المتحف وأركب من هنا أوصل بدرشين عربية وصن الغاية الهرم أصل بمرحلة فك أزمة مرورية في القاهرة وفي الجيزة أصل بمرحلة ترفيه زيادة لكن أنا شايف أن هذا الحكومة ديها مغلولة لا تخدش أي قرار فنرجو من حكومة المهندس إبراهيم محليب لها تاخد قرارات فعالة ونتيجة لهذا الموضوع ولابد من وصول مثلا مرحلة الأمن نصل بمرحلة تفعيل شرطة السياحة تكون قوية جدا بزي تاني بتأهلها وتدريبها وتسقفها على تعامل السياحة ذات نفسه أنه يكون سفير ليه أنا أتمنى أن نفعل ونهايك القطاع السياحة الخارجية اللي هو تضمر على إيد وزراء معانيين بأمانة بتدمير هذا القطاع ودخول ناس لا يعوم مكالة مصر الدولية والإقليمية حضرتك بتتكلم عن السياحة الخارجية ما زلت بحاول أقرب الضوء شوية وصلت الضوء على السياحة الداخلية سيد أحمد إحنا كاميرا نارك سعيد تجولت في العديد من المحافظات ولحظنا دقي المصريين عندهم رغبة وأنا قصد أقول كلمة رغبة في أن السياحة المصرية يكون لها مكان وقدم وصاق في النهوض بالاقتصاد المصري وتقابلنا مع العديد من المسؤولين لاحظنا أن السياحة المصري مصر أن في حالة وجود أو عدم وجود السياحة الأجنبي تستمر السياحة ويكون لها شأن كلمني عن السياحة المصرية وتأثيرها إزاي على الاقتصاد المصري والله السياحة المصرية لابد التعاون الفعلي ما بين وزارة النقل وما بين وزارة السياحة في الطرق الغير ممهدة للوصول إلى شرم الشيخ وده حوادث كثيرة يتم لازم أن مصري التعيران تعي كويس جدا ما مدى اقتصاد السائح المصري اللي هو عاوز يزور بلده وما عندهش إمكانية فلابد من التعاون ونصل بمرحلة التفاهم بمعنى أي كلمة ما عندهش إمكانية يعني إحنا كاميرا كاميرا كانت موجودة في شرم الشيخ et موجودة في الأقصر أنا شايف في عدد لكن مش كل الناس كل الناس مشتائل النهاردة لما أعمل برنامج واسل اللي مرحلته 600 جنيه أو 1000 جنيه فهو بعيلته الفرد ب1000 جنيه كتير في إطار أنه هو عاوز يخرج دي الطبقة المتوسطة أنا أكلمش على الطبقة اللي هي عندها إمكانية اللي تصل بمرحلة برنامج 1000 ونص و2000 وكذا فلابد من يحصل تعاون ما بين الكرة ما بين وزارة السياحة ما بين مصري التنشيط السياحة اللي هي أهضرت أموال كتير جدا فوق الخيال ولابد من استقصال هذه الهيئة لأنها بأمانة بتضيع أموال كتير جدا على الفاضي ما عندهاش الإمكانية لذلك أنا بدأ في هيكلة كاملة أن يكون عندنا قناة فضائية محترمة بس مباشر في الأماكن اللي موجود فيها السياح والمصريين بالذات أن مصر هي بدأت تتعافى وجود جماعة وصلين لمرحلة تنمية سياحية داخلية وهدفها هو النهاردة نشط السياحة الداخلية لكن أنا مش شايف أن الدولة بتسعى حاليا دلوقتي لا يأمر من كده نشدنا مصر التهران هي مصر على أسعار معينة نشدنا وضعات السياحة أنها تقلل من القيمة في الإقامة في الكرة برضو هم مصرين على أسعار ولكن مصر التهران بالتحديد عرضت أسعار للتذاكر مخفضة بتحديد إجازة نصف السنة دي فترة كانت مع الوزير شمز عزو وخلصت على الأساس أنه أنت توصد حركة أن يستمر للمادى البعيد مش للمادى القصير حتى لما نشوف أن التهران الداخلي فائدة ولا بيكون أقل مما تتخيل مش معنى عندنا هو ثابت في هذا الأمر خلينا نتكلم على مقاومات صناعة السياحة في مصر نقول رشدة أو رشدة علاج من خلال حضرتك ودك معنا النهاردة في برنامج نهارك سعيد ونقول كده إزا تعود السياحة مرة أخرى سواء السياحة الأجنبية السياحة المصرية الداخلية أو العربية أو حتى السياحة البيئية والعلاجية نحطي لها كده رشدة ونقول إزا نقدر ننجح أن مصر تعود على الخريطة السياحية مرة أخرى طبعا علينا أن نناشد التعليم والثقافة والإعلام أن هم يؤهلوا أطفالنا لكلفية الانتماء لحضرتنا وطاريخنا وما يطلعش علينا حد ملوش انتماء لوطن ولا حدود لوطن والأصل دول شوية حجارة أصل دي أصنام أصل مش عائفين فلابد اللي إحنا نبس عندهم روح الانتماء أولا ويكون سفير لنا عند السائح القادم لزيارتنا ثانيا على الأمن لتفعيل الأمن بكامل أموره وتغيير زيه وعلى وزارة السياحة تتعاون مع وزارة الداخلية بهكالة ملف الأمن ويقيل ملف ده كله لشرطة السياحة ومش يحصل بومبة في شرم الشيخ أنا هتم بشارم في طابة هتم بشارم في طابة فلابد الاهتمام بكل المزارات السياحية والأماكن السياحية اللي موجودة التعاون مع وزارة البيئة زي ما احنا تكلمنا لابد من فتح المحميات وده أنا بناشد وزارة البيئة أنها تفتح المحميات وفي كثير من البلاد مشتقة لرؤية هذه المحميات تتعاون مع وزارة الأثار مهما ينفعش يكون عندنا أثار ويكون أن هذا فيه تخطيط عليها يسقط حكم مش عارف مين أصلي مش عارف إيه لابد الاهتمام بهذا وزارة الأثار تهتم بالأثار لابد أنه يكون نظيف وحوالين المنتج كمان ما يكونش فيه بيت لون أحمر والتاني لون أصفر وبيت معاوج فلازم أن وزارة الإسكان تعدل شوية من هيكلة المنظر وإحنا النهار دا بناعمل تنمية شاملة فيجوا على نفسهم شوية أهضروا 12 مليار فيجوا على نفسهم شوية يعني حكومة البيبلاوي أهضروا 12 مليار يجوا على نفسهم شوية ويهتموا بالخطائسة عارف ذكرت شيء مهم جدا هو التعاون بين الوزارات المختلفة في مجال تنشيط السياحة حت ذكرت وزارة سياحة ذكرت وزارة البيئة ذكرت وزارة الأثار ذكرت السكان وزارة النقل لابد أن النقل للوقت يصل بمرحلة أنه يفعل لنا الأوتوبيس النقل وأنا بناشد رئيس الوزراء بكده والملف ده متقدم وقدمنا لمحافظ القاهرة وقعدنا مع طارق محافظ اسكندري واتكلمنا في طريق اللي وطريق المهدي واتكلمنا في أشياء كثيرة جدا تخص السياح لن يفعل شيء أبدا في إطار أنا شايفه كده أيادي مغلولة عن اتخاذ القرار عاوزين نكسر حالة الجمود لدى السائح الغربي ونقول له يا جماعة احنا بنمر بمرحلة مرحلة تحول سياسي في بقرة الهبية مدعومة من الخارج إن شاء الله هنقدع عليها المعني بحمل السلاح قرب يقدع عليه فإن شاء الله ماشي تلا نصل بهدوء نسبي ونصل لمرحلة الأمان والسياحة تخرج من غرفة الإنعاش لكن السياحة ما بتموتش عندنا في مصر مرت بمرحلة كثيرة جدا في كلمة سريعة عشال الوقت بيدهيمنا سوز أحمد خلينا نتكلم على الحالة الأمنية وكيف أثرت على السياحة في الفترة الأخيرة في خلال الأمن ما نقدرش ننك والاهتمام بالمنطقة ذات نفسيها اللي بيحصل فيها تفجيرات برضو دعيب علينا لابد النهاردة مراجعة الملف الأمن ما بين شرم الشيخ ما بين غرداء ما بين سيناء ما بين لوسو ما بين أسوان أهتم أول ما يجيلي أننا النهاردة عندي مجموعة نزلة في مطار غرداء أنا أصلت بمرحلة شرطة السياحة لتأمين أمن وأمان وسلامة هذا السياحة فالخلل الأمني ده عاوز بقى هيكلة من جديد زي هيكلة قطاع السياحة اللي تبع ببلاشي والشركات الأوروبية الأم اللي قريدي وصلت لمرحلة اللي هي تكسب من مكتسباتي أنا وأرضي أنا ويجي صغار الشركات والنفوس واللي دخلهم محمد المغربي وزهير جران أو اللي اكتسبوا من مص يبيعوا مصر ببلاشي يعني لا تتخيل مثلا شركات لداء الزكر أسماءها تستغل الأرض بتاعك والشركة بتاعتك وجيب لك عربيات وهي تمتلك كل الأمور دي وتديك خمسة دولار على الفرق انت منين هتعمل تنمية حقيقية في قطاع السياحة وانت أصلا بتاخد على الرأس خمسة جنيه وثلاثة جنيه وشركك في المحلات وممكن يجيبتوا الليدر وممكن يخلي المرشد بتاعك سايلانت يعني احنا وصلنا لمرحلة الحضار فاحنا في صورة فلابد من اتخاذ قرار سوري بهيكلة هذا القطاع بالكامل وما نبصش بقى أنا عارف ان السوق الروسي جايب بلاشي وسوق الأسباني بمناسبة غير شريفة بأمانة غير شريفة باعت مصر فيها بلاشي المدارس زي فين؟ احنا نتمنى إعادة الهيكلة أو مقاومات عودة السياحة مرة أخرى تكون على المستوى المطلوب لنرى مصر مرة أخرى على الخريطة السياحية بشكل مؤثر الأستاذ أحمد صفي مصرار لجنة السياحة في مجل الشعب صابقا بشكر أخذرك على وجودك معنا النهاردة ولنا مزيد من اللقاءات مرة تانية شكرا جزيلا مشاهدينا زي ما كان لنا وعرفنا مصر محتاجة تضفر العديد من الجهود من الوزارات علشان ترجع السياحة مرة تانية إلى سابق عادها ومصر ما بتموتش فيها حاجة أبدا مصر دائما قوية وآمنة مشاهدينا وكملين معكم فقراتنا تابعونا ولكن بعد الفيديو ترجمة نانسي قنقر